التاسع عشر من أسباب البركة في الطعام لعق الأصابع لعق الأصابع بعد الأكل والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يدو بالمنديل حتى يلعق أصابعه ولا يمسح يدو بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة لا يدري في أي طعامه البركة طبعا إذا لعقها بعد ذلك يمسح بالمنديل لا مانع العشرون من أسباب البركة في الطعام كيله عند البيع والشراء قال عليه الصلاة والسلام كيلوا طعامكم يبارك لكم رواه البخاري والغرض من كيله تقدير الإنسان ما يكفيه وأهله وكذلك صدقة الفطر إخراج الصدقات وأيضا الكيل يعود على الموازنة والتعادل في الأمور وهذا ما جاء في الشرع ونحن نؤمن بالشرع من مستجلبات البركة أيضا في المال والتكسب تحري الحلال قال من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه وكذلك من مستجلبات البركة أخذه بسخاوة نفس قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه أما يأخذه بهلع وحرص هذا ما يبارك له فيه من مستجلبات البركة الصدقة والزكاة وما أنفقته من شيء فهو يخلفه من مستجلات البركة في التكسب البيع والشراء بصدق قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما نمي تفرقه فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما كذلك من مستجلبات البركة البكور اللهم بارك لأمتي في بكورها صخر الغامد يكان تاجرا يبعث تجارة من أول النهار فأثره وكثر ماله أفتح الدكان بعد الفجر بعد الصلاة والأذكار وبعد ما تذكر ربك من مستجلبات البركة في الأرزاق صلة الرحم توسع كذلك الرضا بما كتب الله قال فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ومن مستجلبات الجماعة أن نكون دائما مع بعض البركة في ثلاثة قال في الجماعة وهي قوة من مستجلبات البركة أما مجي ببركة صحبة كبار السن هؤلاء الذين شابت لحاهم في الإسلام هؤلاء الذين عبدوا الله السنين الطويلة قال البركة مع أكابركم أيضا هذا الحديث الصحيح ومما يجب ببركة رقم ثلاثين الدعاء وبارك لي فيما أعطيت وكذلك الاستخارة لأنه في الدعاء لعاء الاستخارة فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وهذا من الدعاء وإذا خشيت العين أنك تصيب واحد تحسده ادعو بالبركة قول الله مبارك له ومبارك عليه ومن البركة في النكاح تيسير صداق المرأة تيسير صداق المرأة والسلام بركة أيضا نختم بها ثلاثا وثلاثين سببا للبركة وردت في الشريعة الإسلامية نسأل الله أن يبارك لنا فيما أتانا ويبارك لنا يبارك علينا ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في العلم والعمل ونسأله